بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلاب الصف الثاني عشر أهلاً ومرحباً بكم في درس تلاوة سورة فصلة من الآية الحادية والعشرين حتى التاسعة والعشرين تعالوا بنا بداية أعزائي الطلاب نتعرف أهداف درسنا يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يتلو آيات سورة فصلة من الآية الحادية والعشرين حتى التاسعة والعشرين تلاوة صحيحة أن يفسر بعض الكلمات الواردة في الآيات أن يستخرج من الآيات أحكام الميم الساكنة تعالوا بنا الآن إلى تهيئة درسنا عزيز الطالب استمع معي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف رواه الترمذي والسؤال عزيز الطالب ما فضل تلاوة القرآن كما فهمت من هذا الحديث الشريف انتبه معي من يقرأ القرآن الكريم ينال بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها احرص عزيز الطالب على تلاوة القرآن والاستماع إليه وتدبره تعالوا بنا إلى تلاوة الآيات مع الهدف الأول هيا بنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإن والإنس إن هم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزين هم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا جزاء ربنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين جزاء ربنا ربنا جزاء ربنا ربنا جزاء جزاء ربنا عزيز الطالب بعد أن استمعنا واستمتعنا بهذه الآيات المباركة يمكنك إعادة الاستماع لهذه الآيات من خلال مسح الرمز التالي عبر تطبيق قارئ الاستجابة السريعة في جوالك لننتقل الآن إلى تقويم هدفنا عزيز الطالب اقرأ النصوص القرآنية الآتية نطقا صحيحا بناء على ما سمعت قبل قليل هيا أتل هذه الآية تأكد الآن من صحة نطقك استمع وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا واتل هذه الآية أيضا تأكد الآن من صحة نطقك وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين عزيز الطالب هل انتبهت للميمات الساكنة التي في هاتين الآيتين هذا هو موضوع درسنا في الهدف الثالث أحكام الميم الساكنة سنعود لهذه الميمات الساكنة ولغيرها في الآيات عند تناول الهدف الثالث ولكن تعالوا بنا الآن إلى الهدف الثاني أن يفسر الطالب بعض الكلمات الواردة في الآيات هيا بنا لنفسر مرت معنا في الآيات كلمة تستترون ماذا تعني؟ تستترون أي تستخفون ومرت معنا كلمة أرداكم ماذا تعني؟ أي أهلككم ومرت معنا كلمة مثوى لهم ماذا تعني؟ أي مستقر وإقامة أبدية لهم والمقصود هنا النار عفان الله أياكم منها النار مثوى لهم أي مستقر وإقامة أبدية لهم لا يخرجون منها ومرت معنا كلمة يستعتب ماذا تعني؟ يستعتب أعزاء الطلاب أن يطلبوا الإعذار ومرت معنا كلمة من المعتبين فما هم من المعتبين؟ أي من المقبول اعتذارهم ومرت معنا أعزاء الطلاب كلمة وقيضنا ماذا تعني؟ أي وهيأنا وقيضنا لهم قرناء ما القرناء؟ القرناء أي الأصحاب والمقصود هنا قرناء من الشياطين ومرت معنا كلمة وحق عليهم القول ماذا تعني؟ أي وجب عليهم وعيد العذاب ومرت معنا كلمة والغوفيه وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوفيه أي عارضوه باللغو والباطل لا تترك المؤمنين يقرؤونه عارضوهم والغو وتحدثوا وهم يتلونه ومرت معنا كلمة الأسفلين أي في الدرك الأسفل من النار عافانا الله وإياكم منها تعالوا بنا الآن أعزائي الطلاب إلى تقويم هدفنا عزيزي الطالب اذكر معاني الكلمات الآتية هيا يا بطل تستترون ماذا تعني؟ أي تستخفون أرداكم أي أهلككم مثوى لهم أي مستقر وإقامة أبدية لهم يستعتبوا أي يطلبوا الإعذار من المعتبين أي من المقبول اعتذارهم وقيضنا أي وهيأنا وهذه أيضا قرناء قرناء ماذا تعني؟ أي أصحاب من الشياطين حق عليهم القول أي وجب عليهم وعيد العذاب والغوا فيه أي عارضوه باللغو والباطل الأسفلين أي في الدرك الأسفل من النار تعالوا بنا الآن أعزائي الطلاب إلى الهدف الثالث استخراج أحكام الميم الساكنة من الآيات هيا بنا أحكام الميم الساكنة عزيزي الطالب ما الميم الساكنة؟ وكيف أحدد حكمها؟ انتبه معي للسكون أشكال ثلاثة في رسم المصحف وهذه هي كثير من الطلاب يبحثون في القرآن عن السكون الذي فوق الميم الأولى باللون الأزرق ولا يجدونه لماذا؟ لأنهم لا يعرفون أن للسكون شكلان آخران في رسم المصحف انظر إلى الميم التي في الوسط الذي فوقها سكون أيضا وكذلك الميم الثالثة إذا رأيت ميما ليس فوقها سكون أو فتحة أو ضمة وليس تحتها كسرة فهذه أيضا ميم ساكنة ولها حكم من أحكام الميم الساكنة التي سنذكرها الآن كيف نحدد حكم الميم الساكنة؟ انتبه معي حينما تجد إحداها أي إحدى هذه الميمات الساكنة حدد الحرف الذي بعدها ثم أبحث عنه في الخريطة التي سنتناولها بالشرح الآن أين الخريطة؟ تعالوا بنا الآن لخريطاتنا هيا بنا أحكام الميم الساكنة يا شباب ثلاثة أحكام الحكم الأول الإخفاء الشفوي وركز على كلمة الشفوي والثاني الإضغام الشفوي والثالث الإظهار الشفوي عزيز الطالب إذا قيل لك الشفوي فهو لا يقصد إلا أحكام الميم الساكنة ولا يقصد أحكام النون الساكنة والتنوين التي أخذناها في درسين لاحقين كلمة الشفوي مختصة بالميم الساكنة والآن ما حروف الإخفاء الشفوي؟ حرف واحد الباء فقط وما حروف الإضغام الشفوي؟ كذلك حرف واحد الميم أما الإظهار الشفوي ما حروفه؟ انتبه باقي الحروف أي حرف غير الباء والميم هو من حروف الإظهار الشفوي كالثاء مثلا أو الفاء أو الكاف أو القاف كل هذه الحروف من حروف الإظهار الشفوي كيف أحدد حكم الميم الساكنة؟ تعالوا لنرى انتبه لهذه الآية استعجالهم بالخير أين الميم الساكنة في الآية؟ هذه هي وهي الشكل الثالث من أشكال الميم الساكنة في رسم المصحف ما الحرف الذي بعدها؟ أحسنت الباء ما حكمه على الخريطة؟ أين تقع الباء في هذه الأحكام الثلاثة؟ جزاك الله خيرا إذن حكم الميم الساكنة إخفاء شفوي وضحت الصورة يا شباب جزاكم الله خيرا تعالوا بنا الآن إلى الغلق لنأخذ فيه تطبيقات على أحكام الميم الساكنة هيا بنا تعالوا بنا بداية للأسئلة الموضوعية اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي قال تعالى لما شاهدتم علينا؟ حكم الميم الساكنة في هذه الآية هو هيا يا بطل حدد الميم الساكنة ثم حدد الحرف الذي بعدها ثم ابحث عنه في الخريطة جزاك الله خيرا الميم الساكنة التي باللون الأحمر جاء بعدها العين والعين من حروف الإظهار الشفوي جزاك الله خيرا تعالوا بنا لسؤال آخر قال تعالى الذي ظننتم بربكم حكم الميم الساكنة في هذه الآية هو هيا يا بطل بنفس الطريقة أين الميم الساكنة؟ هذه التي باللون الأحمر ما الذي بعدها؟ الباء أين هو في الخريطة؟ ممتاز إخفاء شفوي جزاك الله خيرا تعالوا بنا لسؤال آخر قال تعالى فأصبحتم من الخاسرين حكم الميم الساكنة في هذه الآية هو ممتاز ميم ساكنة جاء بعدها الميم إذن فحكمها إضغام شفوي تعالوا بنا الآن إلى الأسئلة المقالية قال تعالى قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين استخرج من هذه الآية السابقة ما يلي وبين السبب هيا استخرج إضغاما شفوية في الإضغام الشفوي ما الذي يأتي بعد الميم الساكنة؟ ممتاز الميم استخرج من الآية موضع الحكم في قوله تعالى قابلهم من ميم ساكنة جاء بعدها الميم إذن فالسبب جاءت الميم بعد الميم الساكنة استخرج إظهارا شفوية موضع الحكم في قوله تعالى إنهم كانوا ميم ساكنة وبعدها الكاف والكاف من حروف الإظهار الشفوي إذن السبب جاءت الكاف بعد الميم الساكنة وهكذا أعزاء الطلاب انتهينا من درس التلاوة أشكر لكم حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر